اشتركوا في القناة مرحبا بك للعربية سعيد جدا لعودة إليكم طلال شكرا أود أن أبدأ بالتحدث عن السودان حوالي خمسة ألف شخص قتلوا بعض التقديرات تقول سبعة ألف وخمسمائة وأكثر من 12 ألف مصاب وجريح وستة ملايين شخص وأكثر على شفاء المجاعة وسبعة ملايين ومئة ألف شخص نازح داخل السودان وخارجها هذه الأرقام منكم أنتم والمؤتمر حول السودان كما قلت فهي أزمة إنسانية كبيرة جدا ومع ذلك تفتقرون التمويل من أجل تجنب الأسوأ على الأقل تلقيتم فقط 30% مع أنتم بحاجة إليه لماذا ذلك هناك مشكلة عالمية نواجهها وهي أن السودان ضحياتها والشعب السوداني ضحياتها وهي أن الاحتياجات الإنسانية حول العالم لم تنامت وإضافت إليها ذلك تغير المناخي وحتى مشكلة اليمن التي لم تنتهي بعد والسودان فجأة برز وظهر على طاولة كما ترون أو شاهدتم قبل خمسة أشهر والقدرة أو مستويات التمويل من المنحين لم تتلاشى بقيت مستقرة تقريبا في نفس المستوى والعديد من الدول المانحة قررت عدم التوفير أو عدم استقطاع الأموال من العالم ولكن هذا أثر على سودان بسبب قلة الأموال وليس الجميع لديه الإمكانية لمنح السودان وأجد ذلك صعب جدا لتقبله لأن الشعب السوداني ليس هو السبب في هذا النزاع المروع وغير ضروري وغير المقبول لقد بدأوا يشهدون مستقبلا مستقرا وبدياتها على الأقل عملية التحول كانت قادمة ثم حصل كل ذلك ونتيجة أقلة التمويل هذه يا طلال هو أننا لا نصل إلى الأرقام من الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم هو ثلاثة ملايين في شهر الماضي وشهر الماضيين ولكن نصف سكان السودان بحاجة المساعدات الإنسانية وكما قلت خمسة ست ملايين نازح أكثر من مليون خارج الدولة نحن بكل وضوح بحاجة إلى شيئين أولا المزيد من الأموال وثانيا وهذا شيء أنا وطار به منذ فترة طويلة نحن بحاجة إلى منتدى إنساني وهو يجمع الجيشين أو الطرفين متحاربين معا في قاعة واحدة معنا نحن للتفاوض معهم على الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية الوصولة للمحتاجين حصل مثل ذلك في جدة في الأشفر الأولى ولكن هذا أو هذه جوة توقفت مع هذه الطرف موجودة معنا نحن بحاجة لذلك نحن بحاجة إلى الأموال وأن يوفرنا جيشان المرات الآمنة والأهم من كل شيء وقف اطلاق النار وهذا أيضا إذا ما فهمته بشكل صحيح هو طموح أمريكا والمكلاع العربية السعودية التي تود إعادة إطلاق عمليتي جدا للتفاوض حول المسائل الإنسانية وكذلك وقف اطلاق النار يجب أن نبحث عن وقف اطلاق النار ليس سابقا لأوانه أبدا كما نعرف من كافة نحا العالم للتحدث عن وقف اطلاق النار كما أنتم قلقون من طبيع الأثنية والعرقية العنف في سودان أعتقد بأنها مقلقة جدا وغير أخلاقية لأننا شهدنا مثل هذا في السابق في دارفور نفس الأحداث تتكرر وأبشعوا أنواع العنف العرقية والأثني وشهدنا شهادات العائلات التي عاشت أوضاعا مأساوية وصلت إلى تشاد البعض منهم جلب مع له أطفالهم الموتى أصلا من النزاع في دارفور وأنا أجد بأن هذا من الصعب جدا فهمه ولكن بسبب الوضع المأساوي في هذا العنف الأثني وهذه مشكلة أجيال متعاقبة لنفترض بأن وقفة لغنر حصل لشعب سودان يوم غد ولكن الشفاء الجروح الناجمة عن كل هذا العنف المجموعة الثلاثنية المختلفة هذه مشكلة أجيال متعاقبة فالسودان حتى أن توقفت الحرب الآن سيترك يخلف أرثا رهيبا وصفتم العامل في سودان ربما الأكثر تعقيدا في العالم لماذا كل هذه المعوقات البريقراطية لا يمكن تجنبها أو حتى مكانة الوصول أسمح لي أن أصف لك الأشياء التي يجب أن نقوم بها وبالفعل نقوم بها فيما يخص إيصال المساعدات بشكل أساسي هناك قرار صادر عن الوكالات الإنسانية وزملائي هناك في بورت سودان حول نقل كميات معينة من الطعام أو الأدوية في شاحنات أو في قافلة عبر البلاد وربما من بورت سودان إلى كسلة ووادي المدينة أو دارفور فنحن نعرف بأنه يجب أن نبضي من نقطة ألف إلى نقطة باء في يوم معين أو أيام معينة ومن أجل ذلك نبدأ بإجراء مكالمات هاتفية مع قيادات الجيشين الذين لديهم أو الذين معاركة مثلا على هذين المسارين أو حتى نقاط تفتيش أو أي نفوذ على أمن هذا الطريق ونبدأ بنفس المستويات من الأعالى إلى الأسفل ونقول هذه القافلة إنسانية أرجو أن تسمح لها بالمرور لا تلمسوها ولا تنهابوها كما حصل مرات عديدة دعوها تصل إلى أشخاص المحتاجين هذا يتطلب مع أفضل الجهود من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من المكالمات المفصلة وكل المفاوضات من أجل الحصول أو توصل إلى اتفاق لنقل قافلة وبالتأكيد لا يمكن أن نصل إلى المسؤول لأننا نحن بحاجة إليه إذا استغرق الأمر أسبوعين وثلاثة على قافلة واحدة الأمور لم تتحسن بسبب صعوبة التأشيرات منظمة غير الحكومية وحتى حركات أو الوثائق للانتقال ولكن المعركة الحقيقية ولهذا السبب طالبت بالمتدى الإنساني والمفاوضات لضمان الاتفاقات بين كبار قادة الجيشين تحترم في أدنى مستويات الجيشين ما هي أسوأ مخاوفكم لسودان إذا لم يتصرف العالم على صعيدنا المالي والسياسي لحل هذه المشكلة أعتقد بأننا نواجه هاوية لا توصف في السودان وكما قلت مؤخرا نحن نواجه أمكانية حرب أهلية شاملة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ويمكن تجنبها إذا ما صدرت القرارات المناسب من الأطراف المتحاربة ولكن الأمر لا ينتهي هناك وكما يعرف كل من هو في تشاد أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو جنوب السودان أو في مصر أو حتى إثيوبيا هو الأثر على دول الجوار وحتى لدول أبعد منها تجاه الساحل هذا ما يجعل نزاع السودان مهم على الصعيد الاستراتيجي ويجب حل له أهم من أي صراع آخر أو نزاع لأنه أغرق هذه الدول الأخرى وحكومة في تشاد مثلا وتجري أملية تتحول إلى حكومة جديدة حوكمة جديدة وقوان جديدة والشعب أصلا يستضيف على كبير اللاجئين ثم يتدفقوا الآلاف في كل يوم آلاف اللاجئين فهذا أبأ كبير جدا عليهم ومن المدهش يا طلال وهذه التحية لتلك الدول أنهم أبقوا حدودهم مفتوحة للسماح لسودانين بالدخول هذا أمر مدهش كل هذا الكرم وحتى المجتمعات المضيفة في تلك الدول هم أول من يعتني بهؤلاء اللاجئين ونأمن نحن أن نقدم لهم مساعدة بعدهم اشتركوا في القناة